تبو الأعشاب والسكري قائمة الأعشاب والتوابل التالية غنية بعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم وكبح المرض بحيث لا يتطور إلى الأسوأ والقائمة تشمل واحد الحلبة فهي من الأعشاب المفيدة جدا لصحة الإنسان ولديها القدرة على خفض معدل السكر في الدم اثنان الريحان أثبتت الدرسات أن الريحان يخفض مستوى الولوكوز في الدم فتناول الريحان بصفة منتظمة يضمن لك الانتصار في معركتك ضد مرض السكري ثلاثة القرفة هي من التوابل المفيدة جدا لمرض السكر من النوع اثنان أربعة شمر سي وهواني بالألياف ومضادات الأكسادة وفيتامين كلها عناصر تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم خمسة الثوم منذ القدم يستخدم الثوم في علاج أمراض عديدة ومنها مرض السكري فالثوم يزيد من إفراز الأنسولين في الجسم ويحافظ على المستويات المعتدلة للسكر في الدم ستة الزنجبيل ينصح خبراء التغذية بإضافة القليل من الجنزبيل إلى الأطعمة وذلك لفعاليته في تنظيم معدل السكر في الدم نظرا لاحتوائه على إنزيم نشط في مكافحة مرض السكري سبع الكمون فهذا النوع من التوابل معروف بقدرته السحرية على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم ثماني القرنفل فهو يتميز بخصائصه الدوائية العلاجية الهائلة وقد أثبتت الدرسات والأبحاث مدى تأثيره الإيجابي في محاربة مرض السكر على المدى البعيد تسعة الكوركم هو من التوابل الشهيرة والمعروفة بالقدرة على محاربة مرض السكري فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة والتي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري ترجمة نانسي قنقر